أن يحكم بالإعدام بمحاكمة وإجراءات غير شرعية وغير قانونية وبتهم جاهزة ومكررة تحت مسمى التخابر مع التحالف والشرعية فهذا لا يحدث إلا في شرع ميليشيا الحوثي ففي صنعاء عاصمة البلاد الخاضعة لسيطرة الميليشيا منذ أربع سنوات قامت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي يرأسها قضاة موالونة للميليشيا بإصدار حكم يقضي بإعدام ثلاثة مواطنين بتهمة التخابر مع السعودية واستقطاب عشرات الأشخاص لإرسالهم إلى مأرب للقتال في صفوف الشرعية في حربها ضد ميليشيا الحوثي ليست هذه الحادثة الأولى فمجموعة من المحاكمات المشابهة حدثت من قبل في العاصمة صنعاء طال بعضها صحفيين ونفس التهم كانت حاضرة في جميع المحاكمات لعل منها الحكم بالإعدام على الصحفي يحي الجبيحي وهو الحكم الوحيد الذي أعكبه الإفراج عن الجبيحي بعد ضغوط من منظمات حقوقية محلية ودولية مع الإبقاء على نجله حمزة الذي خضع مؤخرا للمحاكمة تعتمد الميليشيا المحاكمات الصورية بتهم جاهزة وأحكام معدات مسبقا ضد خصومها ليس فقط للصحفيين أو المعارضين لسياستها والموالين للحكومة الشرعية وإنما يمتد الأمر ليطال بعض الجماعات العقائدية كما حدث من محاكمة للأقلية البهائية وهي أقلية دينية في اليمن اعتقلت الميليشيا عشرين فردا منهم وأخضعتهم للمحاكمة في محاكمة تابعة لها في القضاء التابع لميليشيا الحوثي يتنوع المتهمون لكن الأحكام والتهم تظلوا واحدة